صباح الخير او مبقى الخير يا برج العقرب القراءة العادية. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الفاتر. طقتك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل. اه بعد كده. اه. اه. انت خارج من علاقة. بالزبط. خارج من علاقة. وممكن تكون في حد مقدم لك عرض وانت بتقول له لأ. ولو سمحت انا مش عايز عرضك ده لان انا يعني الابس. انا انا مش اي حد. ممكن يكون العرض ده مصلا عرض ما يلقش بيك او ممكن تكون كتعلاقة قديمة وحد بيحاول يرجع يعني العلاقة مرة تانية وانت رافض كماما الصلح وبتقول لأ شكرا كده اكتفيت. طيب. مشاعر الشريك ايه? ومشاعرك ايه? واو. دي الحرب صح? احنا هنبدأ حرب. برج العقرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي? انت شايفه ازاي? شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين والمصيحة. طيب مبدأين كده يا برج العقرب انت آآ هنبدأ بالمشاعرك لما شاعروا عموما اللي اتنين هيموتوا بعض. يعني وصيبناهم تنة شوية هيموتوا بعض. ظن نعمل حاجز كده. في حرب هتقول. آآ شخصية آآ مغرورة. وآآ احيانا بتبقى مش احيانا. غالبا بتبقى شخصية برده. وبتعامل الناس باستعلق. ودايما دايما دايما تحب تمشي كلماتها على القدامة. من الاخر كده من سيطرة. وممكن تكون تحب تمشي اللي معها على مزاجها. يعني كلمتي انا اللي هتتنفس. بكل بساطة. وآآ ما عنداش حاجة اسمها آآ مسلا حاجة تمشي مش على مزاجها. مسلا علاقة مسلا تخرج ما هي اللي تخرج. مش الطرف اللي قدامها اللي يمشي. بكل بساطة. آآ ممكن تكون آآ بيظهر كده ولكن بداخله شيء آخر. ولكن فيه الظاهر ان مشاعره حاليا. آآ هو زي ما يكون انا مش عايز اقولها من دلوقتي ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرض مصالحة. آآ واثق من نفسه قوي انك هترجع له. عشان كده الاتنينة فاندوس. اصدر الواحد بيقدم عرض مصالحة بالشكل ده. لابده ده شخص ضامن الشخص اللي قدام. وضامن ان هو مسلا هيرجع. هو بس بيعمل الحركات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده? لان انت الامبرس. آآ سوري ايه? الامبرس ايه? الامبرس. وبرضو هنا. ده انت ايه ده? ده انت فوق. احنا تحت يا اخي. انت مصدر لوش ان ده قرور للاخير وهمشي يعني همشي. الشخص ده ميسيطر عليك. بيقول لك مشي تروح فين. انت بتاعي. بتقول له انا تعبتي وتقول لك مش حاجز ما تعبت. لما انا اتقرر تمشي انا همشيك. فانت بتقول له لأ. انا خلاص. مودت كل حاجة بداخلي اتجاهك. خلاص انا انا ماشي بجد. انا مش بغزر. انا مش بلعب معاك عشان اقول لك كده انا مش بغزر انا همشي. ويوم همشي مش هرجع تاقي. من الاخر. على فكرة ممكن تكون كمان دي طاقته. خلي بالك. ممكن تكون دي طاقته. ما بقول لك هو واسك من نفسه. اعتبرنا دي طاقته هو واسك من نفسه قوي. زي ما يكون بيتفرج عليك. وانت وانت ماشي. يا مسلا مسلا. انت بتقول له انا عمشي وهروح اتجوز وهشوف حياتي فهو قاع كده يقول لك وريني بقى تعمل ايه? اه يا خوية كل مرة تقول لك كلمتين دل وبترجع عادي وفيش حاجة. هو بيقول كده. ممكن تكون انت تعملت معه بسهولة في الاول. هو شايفك رس بقى شايفك عشان اقول لك شو بقول لك? شايفك ان انت اي كلام? شايف ان انت شخص بتقول كلام اه ما انتش قده. وانك اه مش بتهزي بالكلام ولكن بتقول كلام عبيض. اه يعني عايز اجبها لك ازاي? لما بتزعل من حد بتطلع لجواك وخلاص. يعني مسلا لما تقول له انا ماشي يبقى انت بتهدده. مسلا. او انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه? عشان يلقتل في انتباه وعشان يرجع لك مرة تاني. وهو شايفك كده شايفك ان انت طفل. طفل في كلامك. اه بتهدد على طول بانك ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي. اللي هو ما انا تعودت عليك. اللي هو مسلا في اخر كل مكالمة طب والله العظيم انا نكلمك تاني. تمام? الصبح بيصبت تصحي الصبح تقول له ازاي عمي ايه? هيا فترتو ولا لسه? عشان كده هو هو وصل جدا. وصل جدا من مشاعر. خلاص? اه انا ضمنتك. انت عايز ايه اكتر من كده? انا ضمن ان انا هروح حاجة لايك. بمعنى هضطي يعني. انت شايفه بانه آآ عايزة كده لك ازاي? برضو. اتاكد برضو من حاجة. ممكن تكون انت شايفه ان هو ممكن تكون آآ انت شايف ان هو ايو ايو. بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه قبل. وقدته فرص كتير جدا. وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هزي العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خلاك متعلق معاه في علاقة آآ والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق لانت عارف تروح يمين ولا تروحش معك. طب انا مسلا هتخطبني اخر السنة ولا مش هتخطبني. طب انت رايح تشوف عروسها ليه ما انا معاك. كده. فخلاك مش مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيها استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوف كده بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى. تفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن. او ان هو اه ممكن يكون الشخص ده. احكز معايا بقى. رحل لعلاقة تانية وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. هيبقي بقى مش انت روحت العلاقة تانية. بالزبط كده. مش انت روحت مش انت روحت تتجاوزت ممكن يكون شخص ده تجاوز او خطط. بالزبط كده. مش شخص ده تجاوز او خطط. او ارتبط بحب تاني. قلت له ايه ده? يا نهرك ازرق. انت روحت ارتبطت وتجاوزت وانا موجودة. اما انا بحبب معك ايه? طب بص يا عام. في ستين داعي. يلا يا عام. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول كلام في الهوى. واو ايه هاتش. وهتقول هرجع بس مش هتري تسيبني انت بتحبني. بالزبط. انت متعلق فيه. لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. هيرجع تاني يقدم لك مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايز اقول عبيض. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عامل ايه? يا ستة مفيش حاجة او بتاع. انا بحبك انت انت اللي في القلب. الشخص ده وانا هتاكن دلوقتي. آآ الشخص ده ممكن يكون يضحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو عتجوز وهخطط ويجي يقول لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في القلب. آآ بس. الشخص ده زي ما قلت لك. الشخص ده هو آآ عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره بتبقى حلتك كده. تعبان. وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تاني. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. وعارف انه لما نيجي يقدمه عرض هتقباله. ودايما دايما دايما دايما. بيجري. بيجري منك. بيخرج من اللاقة ويجي تاني. يخرج من اللاقة ويجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميدكش منها حاجة. وهو شخص ما بيبانش مشاعره أصلا. بارد. شخص بارد. شخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. يتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقول لك ازايك? والله ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عيني زاغت كده على حد. وروحت اشوفه. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق. وبيرجع على هذا الاساس. بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صح كده. بالزبط. بالزبط. بص يا برج العرض. انت لما يجي لك بالعرض ده. انت هتشعر هتشعر. بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده. فيه خداعة. بالزبط. زي اللي قلته لك كده. هتشعر بان كاس الحب ده وهمي. انت كدهب. انت شخص كدهب. تبتحك علي. انت بتروح تعمل العلاقات تانية. وتجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل. او لما تزهق من مراتك. ترجع تكلمني مس انا مش حاسك تعمل ان انت قتل عليه. عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كدهب. هتعمل ايه بقى? هتلف وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهل واحده يا يخلص بقى خالص. بس ده اللي انت هتعمل له. لكن انت مش هتبصله. مش هتبصل معه ده. خالص. نهائي. انت عارف ان في خداع في الليلة دي كلها. شخص ده بيجي وقت ما يحب. بيجي وقت ما يحب. بيجي للغرض. ايه هو? الله واعلم. الله واعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج. ممكن يكون شخص متزوج. يعني احنا عندنا هنا اه. عندنا الامبرس. لو انت راجل فهي متزوجة. اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك. بتقول لك انا بحبك وحشتيني. وانت بقى بتروح انا كمان امتع. فانت خلاص ذهقت. ايه يا عم ده? اعملت كل شوية تجيت بتقدملي عرض عبيد توها بل. ده واحد بيجي يهزر على فكرة. لعلمك. ده واحد بيجي يهزر. عرض مش جيبيت ده. كباهة فيها سمكة. ايه الواحد جاي يهزر. انت جاي تهزر. فهتقول له لا شكرا. وتنتظر الى ان الموضوع يمشي بقى مع ناسه. ينتقي مع ناسه. وانت معاند. هتعاند على فكرة. هتعاند هتبصه قدام. وعرف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقة اه هو شايفها بينكو ازاي شايفها او ممكن تروح بيكو على فين. اه العلاقة دي فيها وجع قلب وفيها اه فيها وجع قلب. فيه طرف وجع التاني. وفيها طرف تالت على فكرة. فيها طرف تالت لمحال. وهو بيجي عندك يتشافى. الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر. ويهرب. هو بيعتبرك ان انت الهروب الملجأ بتاعه. بالزبط. انا لما حب اهرب اروح مسلا عند فلان. لما حب اهرب من جزء ومشاكل اللي العلاقة اروح اهرب عند مسلا فلان. مسلا. فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت وهو محتار. هو محتار على فكرة. هو مش عارف ياخد حاجة. وهو عايز يخلص من حاجة. في حاجة وعايز يخلص منها. بس هي فيها وجع قلب. العلاقة دي فيها وجع قلب. فيها وجع قلب كل الاطراف. كل الاطراف. انت شايفها علاقة خسرانة. ملهاش امل. بايزة. من كل النواحي بايزة. علاقة ما فيش اصلا. ما فيش امل في العلاقة كلها. شايفها ان فيها خداع. خداع. انت كنت بتقول لي بحبك انت كذب. شخص خدعتني. كان فيه طرف تالت. فيه طرف تالت او فيه طرف تالت. سواء اكتشفت او انت عارفة بقى ان فيه طرف تالت كنت عارفة ان ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هتلقها. مطلقهاش. ولا حاجة ولا انتشا. فيها خداع. نصحتك. ايه بعيد الشخص ده عنك? ايه بعيد الشخص ده عنك يا برج العقل. شخص ده هجي لك. هجي لك يقولك آآ وحش تاني. عامل ايه? ايوة. علاقة ثلاثية. اخر قد. علاقة ثلاثية. الشخص ده مش هيسيه بالطرف التالت لو قالك انه هيسيبه مش هيسيه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة مليانة طعنة في الظهر. مليانة خيانات. والاخر. بيقولك امشي. تقدم للامان. انت مقزم نفسك. انت انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطلت نفسك في الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معاه ليه? ان ما كمش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لأ. ما بنتسلىش. وانت في مدهت الطريقة هون خلاص. امشي بقى. سيب بقى امها خلاص. دافع. بعيد وقل لهوش امشي. اللقاء دي ازيتك نفسيا ان لو استمرت فيها هتبقى كده. مش هتبقى العلاقة خسرانة. علاقة خسرانة بالطول بالعرض خسرانة. الشخص ده بيجذب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه بافعاله. يدخل بقى بالدور وانجل والما انجل والحاجة الدولة. لكن هو في قرارة نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية بتاعة اللقاء دي ايه? شهر تمانية. برقة ما بيخرج من نهاية جواز. اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جايلك عرض جواز. مباشرة. وحد يحبك او. بالاخر. ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ شخص يعني مش عايز اقول لك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. مش هيقدر اصلا يجي لك. ومش هيضرب وتنفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ممكن تكون انت مش عايز. جايلك عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيضحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكوبايات. سيب له الكوبايات كلها. عادي كان كنا مسلا معاه في علاقة وكنا بنحبه. هو مش مشكلة. العلاقة دي بايخة. انت انت جايلك الاربع عصيان كلهم. بواخة بيه بواخة. شخص ده بي كان معلقك معاه. معلقك معاه. يروح يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده المتأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامشي الليل. معلقك. مهضمك. ضمك. ليه برج العقل? طب وعلاقي يا حبيبي. ضمني. ضمني ايه ده? ضم في عينك. ضمني في ايه? لا يا عم انا مشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت واخدها جدها. كمل بقى. كمل عشان. عشان في حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عم. مبروك. يا ربي برج العرب تكون القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الواحده فيها كل الابراك. عشان المنفصلين ياخدوا حقه. شكرا جدا لبرج العرب يا ربك القادمتك.